خلينا نروح مع حضراتكم بقى إلى ملف الزراعة والأكل اللي احنا أكيد يعني صحة الإنسان هي أغلى شيئا عنده وفيه الحقيقة ده خبر إيجابي جدا وأكيد احنا من نكون سعودة لما بيكون فيه رقابة مشددة وفيه متابعة لصحة المواطن وكل ما هو مرتبط بيها وزارة الزراعة النهاردة أعلنت عن إعدام شحنة وبارة عن مئة ألف طائر بط المئة ألف طائر بط دول مستوردين وتم التحفظ عليهم في محافظة المنوفية والشرقية لما اكتشفوا أنه مصابين بمرض اسمه السلمونيلا ده مرض وبائي موجود في الشحنة وده طبعا بيسبب تسمم إذا تم طهي أو تم أكل أو تناول البط ده الحقيقة أنه كمان المرض ده اللي تم اكتشافه من الأمراض الخطيرة جدا وللسبب ده طبعا بيكون فيه دايما لجنة من وزارة الزراعة بتقوم بأخذ عينات أثناء فترة الحجر في المحاجر البيطرية وبيتم إرسالها لمعامل الصحة وبخوص صحة الحيوان واللي بتفحص وبتقول إذا كانت مصابة ولا لأ في الحالة دي قالت أنه هي مصابة وده بعد طبعا يعني إجراء الفحوص اللازمة واتخاذ كل الإجراءات البيطرية الكاملة وبالفعل تم إعدام الشحنة وتوفير مدافع صحية للإعدام ونتمنى أن يكون فيه دايما حالة اليقظة فيما يتعلق بصحة المواطنين لأنه يعني ده أمر أكيد يعني لا تهون فيه